كل دول العالم سدت مطاراتها حتى بوجه الدول التي فيها إصابات قليلة إيران اليوم هي البؤرة الحقيقية لهذا الفايروس في العالم وفيها مستوى إصابات خطير جداً ملفت للنظر لكن حتى هذه اللحظة لم يتم منع دخول الإيرانيين إلى العراق الآن هناك فيديوهات مخيفة جداً عن الذي يجري شنسر في هذا الموضوع أستاذ معان أستاذ نجيم سأحيي لك والمشاهد الكريم إلى واقع حدثت قبل بضعة أيام في مدينة سامراء مدينتي وأهلي هناك حقيقة موسم الزيارة جاء وفد كبير طبعاً زوار من إيران لزيارة المدينة وحدث لغط تعلم كما تفضلت أن الأشخاص الذين يأتون من إيران ربما موبوئين وكما معلوم هو إيران الآن بؤرة للمرض هذا الخطير والإمكانيات الصحية والعامة في العراق كما معلوم الذي نتحدث عنه الآن في هذا المستوى المتدني رفض أهالي المدينة حقيقة وخرجت بعض الوجهاء والشيوخ والمعنيين المسؤولين وطالبوا بالتريث أو إلغاء الزيارة أو إعادتهم إلى بغداد أو كلا فرض الأمر عليهم بقوة ودخلوا الإيرانيين إلى المدينة وأدوا طقوس الزيارة وخرجوا هذا قبل بضعة أيام واقعة حدثت كذلك ما حدث الآن ما يحدث في مطارات العراق تأتي الطائرات الإيرانية وطبعا نحن نعلم كما ذكرنا أن تقنيات والخدمات التي نمتلكها والإمكانيات لإكتشاف المرض متخلفة جدا ورديئة والدليل على ذلك أن وزير الصحة يتبكى على خمسة مليون دولار على هذا الأساس المنافذ الحدودية الآن لا تزال سائبة وغير خاضعة لمركزية لم يجري من الحكومة العراقية أي إجراء هذا فيه مجاملة ومحابات على حساب الشعب العراقي أمريكا علاقتها بالعالم وبأوروبا 27 دولة أوروبية وطبعا قبلها هناك عدة دول من آسيا أيضا ولكن نتحدث عن أوروبا ذات العلاقة الاقتصادية الحميمية السياسية مع أمريكا فرضت أمريكا حظرا على جميع الرحلات مع أوروبا بالمطلق وكذلك أوروبا فيما بينها إذن نحن هناك استهانة في المواطن العراقي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر